أكبر مشكلة بتواجه مرتدي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم أسنان كامل أو تركيبة جزئية بمشابك هي طقم الأسنان السفلي طقم الأسنان السفلي بيبقى له مشاكل كتير وأغلب الناس بتشتكي من طقم الأسنان السفلي نتيجة طبعا لعدم ثباته وإنه مش ثابت في الفم وبيتحرك كتير تلبسه من ناحية يطلع من الناحية التانية فيه أماكن ضغطه وبالتالي نلاقي إن المريض مش عارف يأكل بالطقم مش عارف يشرب بالطقم مش عارف يتكلم مش عارف يمارس حياته الطبيعية إلى جانب كمان ظهور القرح والالتهابات وتهيج الغشاء المخاطش للفم والقطع والجروح وبالتالي المريض يدخل فيه في حالة من كره لطقم الأسنان السفلي مش عارف يتعود عليه ويدخل فيه حزن واكتئاب وديق ويفتكر بقى أسنانه وندم إنه هو خلع أسنانه وندخل في قصة كبيرة إن إحنا مش عايزين نلبس طقم الأسنان السفلي مع ذلك لو شفنا وركزنا هنلاقي ناس كتير اتعودت على طقم الأسنان السفلي وبتاكل بيه كويس وبتشرب بيه كويس وبتتكلم بيه وبتمارس بيه حياتها الطبيعية كمان ما تقدرش تستغنى عن طقم الأسنان حتى السفلي لازم لو نسيته في مشوار لازم ترجع من نص المشوار وترجع تقول أنا نسيت الطقم وترجع تاخده تاني طيب إحنا كمان عايزين نوصل للمرحلة ديت عايزين إن إحنا طقم الأسنان خاصة السفلي نقدر نتعود عليه وما نقدرش نستغنى عنه ونفضل لابسينه أغلب الوقت قبل ما أبدأ في المشاكل والحلول لطقم الأسنان السفلي لازم نبقى عارفين كويس جدا إن ما ينفعش نقارن ثبات طقم الأسنان السفلي بثبات طقم الأسنان العلوي لأن طقم الأسنان العلوي بيبقى مغطي مساحة كبيرة من سقف الحل وده بيديله ثبات أعلى لكن طقم الأسنان السفلي بيبقى مغطي يدوبك عظام الفك السفلي اللي هي أصلاً بتبقى ضعيفة ومتأكلة وفيها ضمور وده للأسف بيقلل شوية من ثبات طقم الأسنان السفلي نقطة تانية مهمة إن طقم الأسنان العلوي مثبت على الفك العلوي اللي هو ثابت في الجمجمة لكن طقم الأسنان السفلي مثبت على طقم على الفك السفلي اللي هو متحرك إحنا لما بنتكلم أو بناكل الفك السفلي هو اللي بتحرك مش ثابت فيه عظام الجمجمة وده برضه بيقلل من ثبات طقم الأسنان السفلي نقطة كمان اللسان اللي مرتبط بإعظام الفك السفلي حركة اللسان في الفك السفلي أكيد هتقلل من ثبات طقم الأسنان السفلي كمان تراكم اللعاب مخارج الغدد اللعبية اللي قريبة من الفك السفلي بتخلي الطقم عايم طقم الأسنان السفلي عايم في المية وده بيقلل برضه من ثبات طقم الأسنان السفلي فاحنا نعذره شوية ونلتمس له الأعذار ونبتجي نحاول نتعود عليه ونزود من ثباته ونصبر شوية لغاية لما نقدر نتعود على طقم الأسنان السفلي في الفم طيب إيه بقى المشاكل؟ مشاكل عدم الثبات لازم نبقى عارفين كويس جداً إن تركيبات الأسنان المتحركة بصفة عامة ثبتها بيزيد مع الوقت يعني لو أنا مستلمة طقم الأسنان حديث التركيب وشايفة إن طقم الأسنان مش ثابت خاصة طبعاً السفلي لازم أدي له فرصة أسبوع، اثنين، ثلاثة لغاية لما الطقم يحط طبعته ويطبع فيه الفم وثباته يزيد مع الوقت وعضلات الفك وعضلات اللسان تبتجي تتعود على الطقم وتتحكم في حركة الطقم فمهم جداً مرحلة الصبر، لازم أصبر وكون هادي وأعصابي هادية وأبتجي أشوف وأراقب هل ثبات الطقم بيزيد مع الوقت ولا ما بيزيدش لو أنا استلمت طقم الأسنان ولاقي إن ثباته ضعيف جداً جداً من البداية وحاجة ملفتة للنظر براجع طبيب الأسنان ربما تكون حواف الطقم طويلة محتاجة تأثير أو قصيرة محتاجة تطويل لأن حواف الطقم ليها طول معين لو قصرت أو لو طولت للأسف بيأثر لي على ثبات طقم الأسنان بالسلب فطبعاً لو طقم الأسنان يقبل الإضافة ممكن أطوله وفي نفس الوقت لو طويل أقدر أأثره الطبيب يأثره لي بحكمة علشان لو أسرته زيادة برضو هيقلل لي من ثبات طقم الأسنان وده بنسميه التعديلات على طقم الأسنان لزيادة ثباته هادي أول حل طيب لو إحنا شايفين أن طقم الأسنان برضو واسع وحاسين أن مقاس طقم الأسنان مش مظبوط أو حصل عندي تآكل فيه عظام الفك وتقم الأسنان واسع بتجه لطبيب الأسنان وأقول له يا دكتور ربما نكون محتاجين بطانة أو تبطين لطقم الأسنان أو تديق عن طريق الري لائنينج أو وضع بطانة البطانة في منها نوعين إما البطانة عند طبيب الأسنان بتكون بطانة مرنة فورية مؤقتة إما بيرسله للمعمل يكون واخد مقاس طبعا ويرسله للمعمل ويعمل لك البطانة الدائمة المناسبة لطقم أسنانك فيه كمان بطانة منزلية وأنا اتكلمت إزاي نعمل طبطين منزلي لطقم الأسنان في حلقات منفصلة وإزاي نضيقه في المنزل نقطة مهمة جدا أني لازم أتأكد أن طقم الأسنان بتاعي يكون بيقبل الإضافة لأن فيه بعض أنواع طقم الأسنان المطاطي المرن التقليدي الأديم لا تقبل الإضافة طيب أدي حل تاني الحل التالت أني أنا لو فشلت في كل التعديلات ديت ببتدي أفكر أني أستخدم لاصق طقم الأسنان وأنا اتكلمت عن أنواع لاصق طقم الأسنان كتير فيه لاصق طقم الأسنان المعجون والبدرة والستريبس أو الشرائط وتكلمت كمان على أقوى أنواع لاصق طقم الأسنان وتكلمت إن إزاي ممكن أستخدم لاصق طقم الأسنان المعجون والبدرة سويا لضمان ثبات أعلى لطقم الأسنان اتكلمت عنها في حلقات منفصلة فما فيش مانع أني أجرب لاصق واثنين وثلاثة وأشوف مين اللاصق اللي بيريحني وبيثبت معايا طقم الأسنان طيب فيه ناس بيبقى عندها تآكل شديد جدا جدا فيه عظام الفك فلازم تبقى عارفة إن هي طبيعتها كده تحاول تقلل من تآكل عظام الفك وتتأقلم مع طقم الأسنين حتى لو بيتحرك شوية في الفم نحاول نتأقلم عليه نحاول نتحكم في حركة الطقم نحاول نحب الطقم شوية لازم نوصل لدرجات ثبات عالية جدا ولكن لو وصلنا لدرجات ثبات مرضية فلازم إن إحنا نحاول نتأقلم ونعود نفسنا على درجات الثبات المرضية مع طقم الأسنين كمان في حل ممتاز وهيزود لي جدا 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 من ثبات طقم الأسنين السفلي إني أحط زرعتين أو غرستين أو اتنين إيمبلانت صغيرين ميني إيمبلانت في الفك السفلي وأحط عليهم طقم الأسنين بيدخل بالكابس وبيديني درجات ثبات عالية جدا زي ما أنتوا شايفين بنحط زرعتين صغيرين في الفك السفلي وطقم الأسنين السفلي بيبقى جواه زي تجويفين التجويفين دول بيدخلوا في الزرعتين اللي موجودين بالكابس زي عاشق ومعشوق زي ذكر ونتايا وبيديني درجات ثبات عالية جدا وهتغير لك حياتك تماما وهتحس بفرق كبير جدا بعد محطيت الزرعتين دول لتثبيت طقم الأسنين السفلي طب يا دكتور ممكن أزود عدد الزرعات طبعا لو الحالة الصحية تسمح والحالة المادية تسمح ممكن نعمل أربع زرعات ممكن نعمل ست زرعات وده هيحفظ لي أكتر على عظام الفك وهيديني درجات ثبات أعلى لطقم الأسنين وأكيد طبعا لما هوصل لدرجات ثبات أعلى لطقم الأسنين ده هيحل معايا أغلب مشاكل طقم الأسنين هبتجي أكل بيه أفضل هبتجي أتكلم بيه أحسن القرح والالتهابات والجروح هتقل لنتيجة لثبات الطقم والطقم مش بيتحرك كتير فيه الفم وبيعمل احتكاك مع الغشاء المخاطي للفم وبالتالي هتتحل أغلب مشاكل طقم الأسنين إن كنا طبعا محتاجين بعض التدريب على الأكل من حيث أني أتدرج أبدأ بالأكل الطري اللين سهل المضغ وسهل البلع وسهل الهضم من ناسبة برضو للكلام محتاجين برضو إن احنا نجمع في ورقة وقلم كده شوية الكلمات اللي مديقانة اللي مخارج الألفاظ عندنا فيها مش واضحة وبتدرب عليها بصوت عالي مرة واثنين وثلاثة وعشرة دي برضو هتساعد إني أعالج القرح بشيل طقم الأسنين وأبتجي أعالج القرح بالمضمضات الطبيعية بالمضمضات من الصيدلية بمرهم معين أنا بحبه أيا كان علاج القرح في المنزل وممكن برضو أتوجه لطبيب الأسنين لو طقم الأسنين في بعض أماكن الضغط طبيب الأسنين ممكن يريحها لو في جزء خشن أو جزء حاد هو ده اللي بيعمل لي القرحة طبيب الأسنين ممكن ينعمه ويلمعه ويديني الطقم أجربه تاني ولكن عايزة أقولكم حاجة إن أغلب مشاكل طقم الأسنين السفلي بتتحل لو أنا وصلت لدرجات ثبات مرضية طيب لو أنا مش عارف أوصل لدرجات ثبات مرضية بحاول قدر الإمكان التأقلم والتعود على طقم الأسنين بثباته اللي موجود معايا وحاول أتعود أنا بقى على الأكل وعلى الكلام ولو حصل أي مشاكل التهابات ببتجي أعالج الإلتهابات وحل المشكلة اللي في الطقم وأعاود لبس الطقم تاني أتمنى فعلا تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة يكتبه لي في التعليقات برد على كل أسئلتكم بنفسي وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله